اشتركوا في القناة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى جميع الاعداء واللي ما فهموهاش الاسبان وما فهمتهاش الدولة الاسبانية يا خوتي ولا بعبارة اخرى يا خوتي ما دوهاش على محمل الجد قالوا الجزائر هاري ما عندها مدير ما عندها مدق ذين الجزائر كيفه دولة افريقية تتحدى الاتحاد الاوروبي باكمله جامس رات هاري وليكن بعلمكم اخوتي الكرام ان الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة والافريقية الوحيدة التي فرضت عقوبات على دولة من الاتحاد الاوروبي يا خوتي كانت دائما العكس دائما الاتحاد الاوروبي هو من يقوم بفرض عقوبات على الدول الافريقية ولكن كنت لاحظوا يا اخوتي الكرام ان رئيس الجمهورية خرج في عديد اللي خرجت تاعو الاعلامية وتكلم بلهجة ما فهموهاش الاسبان يا خوتي ما فهموهاش مليح وبسبب عدم فهمهم لهذه اللهجة الجدية من عند الجزائر رهمي خلصوا فيها الان المهم خوتي قبل مشاهدة الفيديو كالعادة وصلوا ربعالاف خمسة لاف لايك وما تنسوش ايضا خوتي خليونا تعليقاتكم حول هذا الفيديو ودعمونا اخوتي القرام بالانتساب الى القناة تلقوها امام الزر الاشتراك راح نشوف اول رسالة وجه رئيس الجمهورية للإسبانو اللي هي كانت قبل شهر تكلام رئيس الجمهورية اسمع مليح خوتي سمعتو خوتي هذا الرسالة الاولى اللي وجه رئيس الجمهورية الى الإسبان الشي اللي درتوه غير مقبول اخلاقيا ولا تاريخيا ماهوش مقبول تماما الان يا خوتي راح نشوفو الى واحد الفيديو ورسالة قوية الى كل الدول الاعداء وحقيقة يا خوتي رئيس الجمهورية كان عند الكلمة تاعو اسمعوا خوتي مليح وش قال رئيس الجمهورية يا خوتي هذه في القرية تع فرنسا ولكن رسالته يمكن تعميمها على جميع الدول الاعداء يعني كل واحد يقدم للجزائر اسمعوا خوتي الهو جوم لتا اللي هاجمين هاجمو اشهدين اللي يضربني فتفعا مدلو الحنك الاخر هاكم تسمعوا يا خوتي قالوا ما بقاش لي ضربني بصفعة نمدلو الحنك الاخر بكري هذيك كانت في عهد بودفليقة ربي يرحموا لكل حال ولكن كانت بكري هذيك الحالة تاع انه فرنسا جي تاكل من الجزائر الاسباني جي تاكل هنا في الجزائر ذلك اللي يغلط معنا يخلص ملخر الند في الند مهما كنت مهما كنت اكدولي على مهما كنت يا خوتي كبير صغير متوسط براسك تمس سنين مسك نعم يا خوتي هذا ما قاله رئيس الجمهورية تمس سنين مسك كبير صغير متوسط مهمنيش انت شكون شوفوا يا خوتي ان الجزائر ولا تتعامل كل دولة عدوة ولا كل دولة صديقة بسياسة الند للند يعني تغلط معايا راح نغلط معاك ملخر اشترك القانون تانيوتن يا خوتي تبونا هنا وطبقوا تعلي كل فعل رد فعل هذه هي يا خوتي ملخر ما بقاتش الجزائر اللي تسكت والجزائر اللي قفلة فمها وانما الجزائر اللي ترد نكملو خوتي الفيديو تاعنا يا سيانة سيادة وطن اللي يستجهدوا عليه مثل ما قلت 25-630 ألف شاهد من 1830 إلى 1962 أنا ما نش محتاجك أكدولي على الكلمة هذه أنا ما نش محتاجك ما نش محتاجين لا فرنسا لا إسبانيا لا دول الاتحاد الأوروبي بأكمالها وعلى بالي يا خوتي بأن القضية راح يعني تتوسع إلى الاتحاد الأوروبي والدول عديدة من الاتحاد الأوروبي راح تشن هجمات رد الجزائر ولكن صدقوني ما نش محتاجين لهذه الدول تماما من الأخر نحن الجزائرين عيشوا وحدنا أخويا أنا راني كبير الجزائر دولة كبيرة الجزائر دولة عندها قيمة لازم يفهموها جميع الأعداء تالجزائر لازم تفهمها ديروا مليح في رأسكم بلي الجزائر تعقبل راحت ما بقاتش هذيك توقع الجزائر تغلط معنا تخلص هذه هي وأيضا إخوتي الكرام الجزائر هذه ما تقبلش الخيانة كما دارت لنا إسبانيا أخوتي نكملوا الفيديو لكن إسبانيا عرقلت مصالحنا نعم أخوتي إسبانيا عرقلت مصالحنا أو حتى أن خانتنا يمكن وصفها بالخيانة العظمى للجزائر نعم يا أخوتي ضربتنا في الظهر لأنه في الأول كانت دائما تسند القرارات الجزائرية وما تقوله الجزائر ولكن بعدها ضارت علينا وسندت هذه الحكم الذاتي في الصحراء الغربية من قبل المغرب وبالتالي الجزائر عندها الحق عندها كامل الحق مش ترد عليك الإسبان وتفرض عليك عقوبات اقتصادية مكن لا تشكيوا الاتحاد الأوروبي ومعلى بليش والبلابلاتيكم مرمى الموركم فهمت وروحكم ولكن باش تفرض عليها حاجة ما تفرضش ولا واحد خدري فضاء معد الله عز وجل فيني نعم معد الله عز وجل يا إخوتي الكرام لقادر يتحكم في الدولة الجزائرية لقادر إخوتي يفرض على الجزائري وشيدير ولكن بقية الدول وللخوانا وللأعداء كلهم سواسية نعاملهم بمبدأ الند للند شفتوا يا خوتي هذه رسائل ترئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سابقا ما دوهاش الإسبان على محمل جد كشوال كانوا يضحكوا لما على بللش يستهزوا به المهم ما دوهاش على محمل جد لأنه لو كان دوها على محمل جد ما كانوش مديرين في بالهم أنه راح توصل إلى هذه النقطة يعني لو كانوا مديرين دروها على محمل جد يا خوتي ما يصلوش إلى هذه النقطة وما كانتش إسبانيا راح تخون جزائر لأنه على بالها بأن الثمن غالي وغالي جدا ولكن للأسف هم كانوا يضحكوا في ذاك الوقت وكانوا يستهزاوا بالدولة الجزائرية وكانوا صهرانين عند المراركة يا إخوتي الكرام نعم إخوتي الكرام لذلك الآن نراهم يخلصوا فيها من لخ المهم خوتي أنتم أيضا خلونا رأيكم في التعليقات حول تصريحات رئيس الجمهورية إخوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في فيديوهات قادمة وفي الأخير لا تنسوا جدير النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات سلام اشتركوا في القناة